السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم ان شاء الله تكونوا بخير وعافية وصحة وسلامة يا رب العالمين اشتقسوا اليكم قومنسوا سلموا عليكم اشان سلم عليكم اهلا اهلا فطوم اول واحد اليوم اول واحد اهلا وعليكم السلام حبيبتي كيف الحال اهلا اهلا عبد الرحمن شاويش اهلا وسهلا فيكم الصادق ويد لمساء الانوار امن سليمان اهلا وسهلا عبد اللطيف حلو عبد اللطيف نعم جدا هذا عبد اللطيف عبد اللطيف سراج اهلا وسهلا فيكم كيف الحال عندكم اجواء غائمة زينا ولا مشمسة احنا عندها الجو غائم ومطر ويعني كده شوية متلبد بس الحمد لله الربيع في القلب يا جماعة الخير صح دائم نحضر المية وما اشربها شوفوا فضايا لازم اشرب قدامكم ما عليش استحملوني الله المساء والله يحضرها اقول بشرب قبل البث سبحان الله وأنسى بسم الله أهلا أهلا نمضان بارك هلا والله I am fine الحمد لله I think it's Muhammad Where are you from? الله this question is like oh my god the most asked question guess where am I from? how about this? how about you guess this time? I'm not going to say where am I from? سباية أهلا وسهلا فالي سباية حبيب عليكم السلام وحركاته أهلا وسهلا ان شاء الله مسعدين رمضان حبيب وعاتي الله يسعدكم يا رب الله يسعدكم صحة وعافي الله يسعدك نور الدين مكين هلولو ان شاء الله مسعدين رمضان بإذن الله بعد الدرس بإذن الله حندخل ان شاء الله درتشة عن رمضان شوية بإذن الله على الساعة تسعة تسعة توقيت مكة المكرمة ان شاء الله الآن سيكون عندنا درس أهلا وأجبتي جدا بأهلا سأل فيك سادتي الكريمة تطلعت على الموضوع وأجبت وأجبتي جدا نسأل الله لك التوفيق أي موضوع شارفة والله إذا تتكلم عن إيش فإذا رب نعيننا على الصيام والقيام ورمضان كريم مقدما حبيبتي أنت الله يسعدك يا رب إن شاء الله بإذن الله يا رب يعيننا ويوفقنا إن شاء الله بإذن الله نصل إلى الهدف إن شاء الله أهلا 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 مبارك حبيبتي أنت أما سليما حبيبتي أنت لازلتك منور وجودك الأملات دائما منورين أصلا هما شفتي كيف طيب نبدأ إن شاء الله درسنا اليوم مختار الرضا أهلا سهلا فيكم أعجبك المقال حق الرمضان أخي أدم هو رائع صراحة أنا كيفت عليه كثير صراحة وشيرته مع كل أصحابي وحتى قرأته مع عيالي عن جد عجبني صراحة له معنى عميق ومفيد صراحة تطرق لأشياء اجتماعية أشياء صحية أشياء من كل النواحي فعجبني هذا شيء تطرق للمواضيع المختلفة حل صراحة رمضان كريم حبيبتي أم مأذن الحسن أبو محمد الحيدر موضوع درس مطروح في الصفحة أيو أيو حلو كتير صراحة من شاء الله ومالك الله يعني اليوم حتشارك إن شاء الله معنا يا أدم هلأ سنتقدم قرأت الموضوع رمضان كريم صوم متفطر على خير يا رب إن شاء الله أخي عبد الرزاق يا رب إن شاء الله أهلا أخي خالد قدير أهلا وسهلا فيك دائما أشوفك ما شاء الله تعالى في الصفحة كيفك أخويا شخ بارك وإنت بخير يا رب كاكا رش أهلا وسهلا هذا أعتقد كردي صح أهلا وسهلا فيك تهاني يوسف أهلا وسهلا فيك حبيبتي كلكم أهلا وسهلا فيكم حياكم والله يلا عشان نشد حيننا نبدأ النص لأنه شوية طويل حاول نخلصه قبل ما ينتهي الوقت بإذن الله علينا طيب أتمنى نكون معكم ورقة وقلم تكتبون الملاحظات بعطيكم إياها حاطيكم ملاحظات يعني لغوية كثيرة جدا جدا يعني سوى أنكم مسلمين أو غير مسلمين رح تستفيد منها ما لا علاقة في الإسلام يعني فلا تشوفون الموضوع إنه إسلامي بحث يعني هو لغة قبل أي حاجة فالمفهدات اللي موجودة في الدرس احتاجها كل إنسان طيب إن شاء الله وأنا عارف أن كل الناس تصوم يعني بغض النظر المسلمين أو غير مسلمين أن كل الناس بتصوم يعني فإن شاء الله أنه يفيد الجميع بإذننا طيب نبدأ بإذن الله إحنا خلصنا النصين الأوائل أو الورقتين الأولى أوكي لا والله مشاهلا ثات ورقات خلصنا أوكي دقيقة هنشوف واحد نين ثلاث أربع أربع ورقات خلصنا حلو سو باقينا واحد نين وباقينا اثنين حلو حلو ما شاء الله تبارك الله مشينا يعني حمد لله لأننا قطع شوية طويلة وفي أطول من كده صراحة بس أنا حبيت أنه أركز عن هذه الأشياء أكثر شوية أهلا أهلا نغطي رقيا هلا والله تهاني وعليكم السلام وتحركاته هلا والله حياكم الله جميعا مين هذا الولد الحلو حبيبت رقيا ولدك والله احفظوه رب ان شاء الله يبارك لك فيه طيب نبدأ نبدأ ان شاء الله بسم الله عندنا النص هذا هو اللي هو مكتوب على العنوان develop compassion develop compassion okay so compassion هي تجيب معنى التعاطف أو الرحمة okay بتجيب هالمعناية تقريبا compassion يقولون يسمون الله عز وجل يقول الله is the most compassionate compassionate يعني الرحيم طيب طبعا لها اكثر من ترجمة الرحمن الرحيم يرجموها يقولون الله is the most gracious the most merciful بعضهم يسمعوها يقولون most compassionate الاكثر رحمة الاكثر تعاطف كده فcompassion هي الرحمة أو التعاطف طبعا اي شي نقول develop طبعا تطوير تطور فينا أو تزيد فينا أو تزكي فينا أو تطور تنمي فينا طيب تنمي فينا التعاطف والرحمة سنبدأ النص ان شاء الله بإذن الله وعليكم السلام وعليكم لكل اللي دخل أهلا وسهلا فيكم نقول fasting inculcates in us patients فاستين طبعا هو صيام inculcates معناها يغرس 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 فينا طيب inculcates in us ok patience الصبر يغرس فينا الصبر ok بدين يقول unselfishness selfishness ok السلف هو النفس لم يكون الشخص أناني يقول he's selfish ok so unselfishness عدم الأنانية so يغرس فينا عدم الأنانية يعني يطمت فينا الأنانية هذه طيب and gratitude gratitude هو الشكر والامتنان للمولا عز وجل ok so الصيام يغرس فينا هذه الصفات اللي هي صفة الصبر وصفة يبعد عنا الأنانية ويزيد فينا الشكر للإله والامتنان لله عز وجل طيب when we fast we feel the pains of the provision the provision طيب when we fast عندما نصوم نشعر بألم الحرمان ok so when we fast we feel the pains آلام that provision when you are deprived of something you are محروم من something أنت محروم من شيء ok I am deprived of maybe love of companionship of maybe I'm deprived of my family محرومة من عائلتي مثلا الله لا يحرم أحد من عائلتي وعربي بس يعني قصدي تيجي بمعنى الحرمان طيب آآ أنت لكي زمن ما شفناكي والله موجودة أنا بس يعني يمكن أن قفتوا يوم واحد بس الأسبوع الماضي ما شفتوني والله موجودة موجودة آآ طيب فهي الحرمان and hunger hunger اللي هو الجول so الصيام يجعلنا نشعر بألم الحرمان وألم الجول ok and learn how to endure endure it patiently endure something معناها يتحمل sorry يتحمل ok I endure the pain I can't endure the pain شايفين الانسpelling حقا e-n-d-u-r-e endure so endure the pain I can't endure the pain I I'm learning to endure the pain أتحمل أتعلم أني أتحمل الألم ok so الصيام learn make us learn how to endure it patiently ألم الحرمان وألم الجول طيب the meaning of this powerful experience يقول معنى المعنى لهذا التقوس أو التقس هذا أو الممارسة القوية هذه in a social and humanitarian context ok في إطار الاجتماعي والإطار الإنساني ok that we are much quicker much quicker than anybody else in sympathizing with the oppressed ok هذا الشيء الممارسة هذه اللي هي الصيام الممارسة اسمها الممارسة القوية الممارسة اللي فيها يعني حرمان فيها جوع وكذا هي إذا جينا نشوفها في منطلق الإنسانية والحياة الاجتماعية تجد أننا نحن ok we are much quicker نحن نكون أسرع الناس ok من مقارنة بأي ناس تانية ok in sympathizing with the oppressed تجعلنا نكون أكثر الناس تعاطفا مع المظلوم oppressed هو المظلوم ok لأنه جربنا الحرمان وجربنا الجوع ولو لساعات جربنا هذا الألم هذا فجعلنا أكثر رأفة وأكثر رقة في القلب ok تجعلنا نتعاطف مع المظلومين ok so sympathizing sympathizing نتعاطف ok with the oppressed and needy needy هو المحتاج المسكين الفقير قد يسمى محتاج فقير كلها تسمى needy around the world ok نحن الآن نصبح أكثر تعاطفا مع المحتاجين والمظلومين في العالم لسبب إيش أنا جربنا هذا الإحساس جربنا إحساس الحرمان وألمه وتعلمنا كيف نصبر عليه طيب وين إحنا أنا حولت يجب مع إحنا فين نتفاعل ok around the world and responding to their needs responding to their needs يعني كيف إيش الكلمة نتفاعل أو نتجاوب التجاوب مع إحتياجاتهم التجاوب هو إنك تكون respond حي مثلا تقول أنت مثلا someone send you an email and you didn't respond to it ما رضيت عليه لسه ok you didn't respond to the email ok ممكن تقول الاعتذار في أول email تقول sorry for the late response في الرد المتأخر آسف على الرد المتأخر ok أتمنى أنك تكتبوا مزرحة وتستفيدوا من هذه المعلومات الكثيرة إن شاء الله بإذن الله ok to their needs it's the month إنه الشهر to visit the poor لزيارة الفقير the sick المريض and the needy والمحتاج to share their sorrows إننا نشاركهم آلامهم أحزانهم في هذا الشهر ok it's the month it's the month where the food sustenance and the earnings of a believing Muslim increases and they are blessed إنه الشهر الذي فيه الطعام food طعام sustenance هو الشيء الذي يقوم عليه الإنسان يعني الآن مثلا نقول أن الله عز وجل هو الحي القيوم صح القيوم بمعنى he is the sustainer هو القائم على شؤون عباده يعني ما هو هو الذي خلقهم فقط هو الذي خلقهم ومن ثم يقوم على شؤونهم صح فالقيام على الشؤون هو sustaining ok أنت تقوم على غذاء نفسك أو احتياجاتك هذا sustenance ok so this is your sustenance and earnings earnings هو اللي تتحصل عليه من رغمة العيش واسمه earnings طيب what's your earnings from your job how much you earn كم تحصل من شغلك حالو says the final prophet of God قالها رسولنا الخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم peace be upon him دائما نقول هذا صلى الله عليه وسلم نقول لها نقول للأنبياء وقول لها peace be upon him طيب a man who was known for his noble humanitarian causes أمان الرجل الذي عرف بقضايا هو الإنس أوكي سوري نقطع نخط شوي أوكي noble كلمة noble معناها هي نفسها نبيل باللغة الإنجليزية العربية نقول noble a noble person يعني شخص نبيل أوكي فعل نوبل أنه هذا الشخص عمل فعل نوبل يعني عمل عمل نبيل طيب سور رسول 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 سلام عرف ب humanitarian causes humanitarian معناه إنسانية أوكي causes يعني القضايا مساعدات الإنسانية اللي كان بيسويها رسول سلام فعرف الرسول سلام بمساعداته القضايا الإنسانية النبيلة أوكي for social justice social justice العدالة الإنسانية أوكي عرف الرسول صلى الله عليه وسلم بالمساعدات الإنسانية والاهتمام بالعدالة الإنسانية الاجتماعية أيضا and being and for being the first to respond again رجعت لنا كلمة respond respond إلي تفاعل يتجاوب وكان من أول الناس الذين يتجاوبون to others needs لإحتياجات الآخرين كان هو من أول الناس الذي يتسارع إيش أنه يعني يخدم الآخرين ويساعدهم ويتجاوب مع إحتياجاتهم ما يظن نشها دارية despite the fact that he himself lived a very simple and humble life despite معناها على خلال مش مش تعرف رايش تبث اليوم قاعد يقطع معانيش أكمل لكم إن شاء الله أوكي despite كلمة despite بمعنى على خلاف على خلاف أو بالرغم من يقول despite the fact على الرغم من حقيقة أنه هو himself he himself هو نفسه lived عاش a very simple and humble life عاش حياة بسيطة ومتواضعة جدا أكي humble معناها متواضع فهو برغم أنه نفسه عايش حياة بسيطة جدا متواضعة جدا إلا أنه كان يسارع جدا في خدمة الآخرين وتلبية نداءاتهم وتلبية احتياجاتهم طيب إنه فقط في أيام مثل أيام رمضان التي فيها نوع من التعب trying يعني ذي اختبار trying الله is trying you الله is testing you نفس الشكل trying times فقط في أيام مثل أيام رمضان التي فيها اختبار الإنسان وقدراته أن نستطيع أن نتأمل عن نتأمل أو نرى الوضع الذي يعيش فيه الناس اللي هم is they are less fortunate who may not be as fortunate as us fortune معنها محبوض I'm fortunate محبوض زي fortunately لحسني الحظ fortunately مثلا فيه كذا كذا عندنا okay so fortunate هو الاجكتب منها okay so I am fortunate person I'm a fortunate person some people are less fortunate than me because maybe they don't have as much as I have right so عندهم أقل من الأن عندي هم less fortunate أقل مثلا فيه حاجات مثلا أنا عندي طيب فضلني الله عز وجل عليهم زي ما نقول احنا بالعربي طيب فهذا الوقت اللي احنا نبدأ نحس في الآخر لما احنا نجرب هذه الألام هذه ما شاء الله تبارك الله مشينا يعني قطعة نوعا ما طويلة القطعة هذه كلها وكملناها الحمد الآن قلوني انتم في هذا المقطع اللي قرأت أنا هل في عندكم أسئلة حاجة تبقوني أعيد أشرحها أي حاجة قبل انتقل للقطعة لبعد آه اعملوا لايكات عملوا لايكات عشان لايكات تصني بسرعة لافي لايكات لافي تعليق يعني عش البطء اللي ساير بالدنيا الله المستان هذا هذا الفيسبوك يبو يعلمنا الصبر الحمد لله أوكي في لايكات طيب خلاص حلو معنانكم فهمتوا واضحة معاكم إن شاء الله بذل الله وترع على الفكرة كل هال الفاظ هذه اللي تعلمناها أرجوكم خذوها يعني معرفتكم فيها الآن مش كفاية لازم تحطوها في الجمع لازم تعرفون تصريفاتها يعني تعالوا تفاعلوا معها لا تحطوها على الجنب وتسكروا الدفتر وخلاص تنسوا إنها حتى تنسى ما في كلمة تتعرفها يوم واحد وخلاص تتذكرها صعب صعب جدا 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 حتى لو أنك عندك ذاكرة خارقة حتنسها فالله الله بالمراجعة وإقرؤوها أكثر مرة وإقرؤوه نطقها وكذا طيب طيب كل اللي دخلوا سلموا علي وأنا أتكلم معانيش وعليكم السلام فقاتوا كنت أتكلم فما حبيت أقاطع الدرس أهلا وسهلا فيكم طيب الآن حكمل المقطع الثاني develop تطور وينمي معناها adaptability adaptability to adapt to something adapt هو معنتها أقلم أوكي في كلمتين متشابهتين في الإنجليزية واحدة اسمها adapt اللي يتأقلم وفي adopt نفس الكلمتين بالضبط هذيك A D A P T adapt وهذيك نفسها بس بدل الأي نكون O so adopt adopt أوكي adapt يتأقلم adopt يتبنى أوكي يتبنى شخص طفل زيكذا I adopt a child I adopted a child I want to adopt a child أبغى أتبنى طفل أكي هذا التبني adopt والاسم منه adoption 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 أكي تبني بينما التأقلم adaptability الاسم منها adaptability اللي هو التأقلم أكي الحمد لله I adapted to the situation نعم الحمد لله ستة رقم ستة صفحة أكي الحمد لله تأقلمت مع الوضع الحمد لله I have adapted the situation الحمد لله تأقلمت مع الوضع طيب الآن نجي للمقطع نفسه كراءة لهذا النص Fasting in Ramadan enables us to master the art of mature adaptability and time management الصيام في شهر رمضان enables us able معناها مقدرة صح Enable تمكن تزيدك قدرة زي كذا ابل بالحالة A-B-L-E قدرة I am able to drive I am able to walk by myself أقدر أمش بحالي I am able to cook أنا أقدر أسوي كذا لما يكون في شيء يساعدك تعمل حاجة فهو enable you يساعدك على عمل شيئ ما طيب فالرمضان يساعدنا على عمل ماذا Enable us يساعدنا to master master أنه يعني زي تصير أفضل حاجة عندك تصير أنت الرائد في الموضوع The art of mature adaptability Mature معناها نضج ناضج So adaptability التأقلم الناضج الآن إحنا صغار شباب عندنا النضج مش كامل صح نستعم فتأقلم صعب مع الأشياء حين يكون صح نزعل بسرعة وكذا نتألم بسرعة ننزعج من حالات كثيرة لكن كل ما كبرنا كل ما زاد النضج عندنا كل ما صارت الأشياء ما نخذها بذاك الجدية اللي كنا نخذها وإحنا أصغر صح النسان ينضج فيبدأ يشوف الدنيا بشكل أكبر أفضل كذا فهذا الرسيام رح يزيد عندك هذا النضج نضج التأقلم مع الأشياء أو التأقلم الناضج مع الأشياء And time management Time management اللي هو إدارة الأعمال إدارة الوقت الآن في حياتنا كلها بشكل عام نحن نحتاج إلى إيش إلى يعني الوقت إدارة الوقت صح أنه كل ما إحنا أدرنا وقتنا بشكل أفضل وفعال صح أنتجنا أكثر وصرنا ناس أكثر فعالية صح فهو يقول الكاتب بشكل جميل لفت نظرنا أنه يقول أنه صيام يعلمنا فن فن إيش فن إدارة الوقت فن التأقلم الناضج يعلمنا هذه الفنون رمضاني نحن نستوعب أو عندما نستنتج النصيام النصيام يقلب جدول الإنسان تماماً في رمضان صح؟ يعني هذا الانتائر your day كان عندك روتين معين كل حاجة جاء رمضان وقلب هذا الروتين تماماً هذا القلب والتغيير هذا يحب يشرحها أكثر يقول لك إيش حتفيدك يعني يقول their daily life when they make the change عندما يحدث هذا التغيير they naturally adapt themselves to a new system and schedule الآن بما أنه هذا الشيء تغير لمدة شهر كامل طيب روتينك تغير كل حاجة تغيرت في حياتك إيش اللي حيصير فيك أنت أنت الآن عندك القدرة في التكيف أكثر مع أي وضع basically you have the naturally بشكل طبيعي صار عندك إيش التأقلم يصير عندك التأقلم وتقدر تتأقلم مع أي new system نظام جديد مع new schedule صار عندك مرونة أكثر همتم واضحة معكم حبيت الله فتاة اللي بالفتها الكاتب صراحة تحس في عنده عمق من شاء الله تبارك الله so they naturally adapt themselves to a new system and schedule عندهم حين ناتشوري صار عندهم هذا الـ adaptation هذا صار شي سهل عندهم عكس مثلا الناس ثاني اللي هم دائما في منطقة الراحة واللي هم يسوون دائما نفس schedule ونفس الروتين يقوم الصباح يشرب قهوتهم يشربوا مش عارف إيش اللي يأكلون في نفس الوقت كذا 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 كسروا الروتين هذا علمهم أنك أنت قادر أنت قادر على أنك تخرق هذا النظام تخرق هذا الروتين تخرق هذا كل شيء وتقدر أنت على أي حاجة أنت قادر لأنه عندك مرونة الآن أصبحت للتأقلم مع أي حاجة في الحياة لفتها جميلة جدا وفعلا هي حقيقة صراحة نكمل وأنه في نفس الوقت كبا يعني معناها يرضي القوانين يعني من نفس الوقت نحن ماشيين في القوانين هذه This in the long run هذا على المدى البعيد In the long run هذه عبارة جدا نفهموها مهمة In the long run على المدى البعيد طيب In the long run develops in them a wise sense of adaptability أنه هذا الشيء يطور فيهم مع الزمن مع الوقت درجة من التأقلم أيش الحكيم مع الأشياء and self-created power ويخلق فيهم قوة to overcome to overcome overcome التخطي يعني أنك تتخطى أي تحديات في حياتك هذه يسمونه overcome I overcome the problem الحمد لله I overcome the problem I overcome the hurdle that I had كان في مشكلة في حياتي كان في هذا زوبعة عرفت كيف تخطاها كيف تخطاها لأنه صار عندي هذه المرونات صار عندي هذه المهارات في التأقلم فالكلمة يقول لك هنا to overcome the unpredictable you predict something الفعل predict معناها تتوقع تتنبأ un-predictable غير متوقع un-predictable في شخص شخصيته غامضة وكل مرة بيجيك بشي مختلف تقول هذا الشخص صعب نفت نتوقع إش اللي حيسر منه he is un-predictable صعب تتنبأ إش اللي حيفكر فيه إش الخطوة الثانية اللي حيسويها he is un-predictable سو الكلمة هنا يقول لك أنه overcome the unpredictable hardships hardships hardship هي الصعوبات of life صعوبات الحياة أوكي الغير متوقعة إش اللي يخلينا نتغلب عليها الحصول على بعض المهارات هذه أوكي مهارة التأقلم مهارة المرونة أوكي مهارة الصبر كل هذه الأشياء اللي تحليناها فيها في رمضان بتخلينا أكثر كفاءة أن نعيش حياتنا ونواجه المشاكل الغير متوقعة في الحياة المصاعب الغير متوقعة في الحياة فهمتوا عليها فهي كأنه رمضان هذا معسكر تدريب للإنسان يطور فيهم مهارات كثيرة جدا والآن تصوموا خيرا لكم سبحان الله الله عز وجل يقول هذا فزميع جدا أن نذكر كل هذه الفوائد الرهيبة جدا سبحان الله فنرجع نقول إيش الفوائد يذكرها يقول هذا على المدى الطويل يطور فيهم يعني حس حكيم حس معناه حكيم طيب السنس اللي هو حس يكون مثلا تجيب أكثر معنى يعني لكن هذه تجيب معنى حس حس حكيم من الادابتابلتي من التأقلم أن القوة هذه تجي من شخص من داخل الشخص نفسه ما حد مدك بهذه الطاقة لك أنت الحين الطاقة جاية من جواتك أنت أنك أنت تقويت طيب أصبحت أفضل طيب أنه سيلف كريايتد هو شو أنا كريايتد معناها مخلوق صلاح أو مصنوع فتيجي سيلف كريايتد يعني خلق ذاتيا من نفسه يعني من جواتك طيب باور قوة to overcome the unpredictable تتخطي وتجاوز unpredictable hardships hardships صعوبات unpredictable غير متوقعة off life تتجاوز وتتخطي الصعوبات الغير متوقعة في الحياة الشيء الثاني time management أصبح عندك فن إدارة الوقت عرفت كيف تدير الوقت بشكل أفضل وتقسمه بشكل أفضل and courage courage اللي هو الشجاعة will appreciate the effects of fasting in the respect as well كل هذه الأشياء من الشجاعة وكل هذه أنه تخليك تمتن أنت لهذا الطقس الإسلامي العظيم اللي هو الصيام في رمضان خلصنا الحمد لله المقطع الثاني وكان الأخير هل عندكم أي أسئلة عن المقطع هذا إذا ما فيه ممكن نقرأ بس القطعتين اليوم و أقول لكم باي باي ندخل دردش وندخل دردش إن شاء الله طيب أنا قاعد أتظركم طرع الفكرة عشان إيش لا توقعوا أنه أنا قاعد أطال على الكاميرا عشان حاجة متانية أنتظر ردكم إذا عندكم أسئلة اسألوني وإذا ما فيه ممكن أقرأ بس القطعتين اللي قرأتها اليوم اللي حللناها اليوم درسناها وبس يعني كده يكون نهاية الدرس إن شاء الله شكرا ما فيه وعليكم هاي نقال جميلة ولي أبي عمرات مهمة إي والله جميلة جدا حبيتها كثير كثير يعني أن جد حتى واحدة من الشباب اللي هنا مراحقات لما قرأت المقالة قال أني أن جد فخورا أن أنتمي إلى هذه الأمة الإسلامية فعجبني تعليقها شعرت بالفخر أنها أنه في حكمة بالغة من الصيام هذه الدرجة نعم سؤال تفضل حبيبتي حنا حياك الله كل اللي دخلو أحياكم الله الوقت يا أخي جعفر هو نجي سبع سبع مسائل بتوقيت مكة المكرمة وعليكم وعليكم السلام فعجبني في ناس تخلل الآن حين ما شاء الله وعليكم الله كونستركتب أدابتابلتي أيوة هل كني نطيتها صح أنا نطيتها ولا شي كونستركتب معنى بناء كونستركتب معلش أنا آسفة هذا الفصل مرة ثانية علق مرة ثانية أجزاكم والله خير هتمنى أنني يكون نحقت والله إحنا في الأخير يا أخي لوب لا والله يريت لو يوميا أنا ورايا ورايا لأم تعيش يا ابني هذا عامل تطوعي فما سوي يعني مرتين في الأسبوع مع الفيسبوك و يوم يوم عندي الخميس في تيك توك فعندي ثلاثة أيام في الأسبوع بسوي بها يعني بعطيها للناس غير كده طبعا عندي دروس وشغل يعني نظار مستعان نسيتها صح أنا حسيت أني نسيتها وين أنا باللالكي خلينا أشوف ترى أحنا بنط كده الخط صغير وكده دقيقة شوفها كونستركتب بس كويس نك نبهتين يا حبيبتي هنوية مش كده تشوفها سبحان الله هي في الأولى ولا ثانية آه هنا ثانية ثانية كونستركتب إذبتب إذبتب آه آه ايه 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 صح سوري الجملة تقول ايه 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 الانسان الذي يقدر او يعرف قيمة التأقلم البناء والإدارة الوقت والشجاعة والأبريشايت the effect of fasting in the respect as well سو هذا الشخص اللي هو يعني يقدر قيمة الأشياء هذه إدارة الوقت والشجاعة والتأقلم البناء سوف يعني أبريشايت يعني يمتن لهذا الممارسة هذه أو لهذا التقص التقوص الإسلامي هذه عندنكم كلمة أبريشايت معناها أنا ممتن لك صح مثلا أقول لك أنا مثلا تقول لي إنتي مثلا أعملي لي حاجة أو زي كده مثلا أنا أساعدك فيها فتقول لي I appreciate your help ممتن جدا لمساعدتك أوكي ممتن لمساعدتك في كبان أبريشايت حاجة ثانية تجي بمعنى إيش مثلا أنا أطبخ مثلا طبخة معينة مثلا طبخة مثلا نقول إيرتريا أوكي ممكن شخص أوروبي ما يعرف كيمة الأكل هذه وهي مثلا لكن أهلها وناسها يعرفون هذه القيمة صح أنه أقول أنه لا أعتقد أنه سأعرف الأكل 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 مثلا ممكن ما رح يعرف قيمته أحيان عيالنا بعض الأشياء ما يعرف قيمتها مثلا فهذه يتجي على القيمة أيضا فهذه تجيب على القيمة أيضا I appreciate مثلا I appreciate a good coffee يعني أنا حقه كيف حقه مزاج من جد أعرف قيمة القهوة المحبوكة المضبوطة الحاجة كذا جميلة تاكل في ناس مثلا they don't care about it so I appreciate something that I know the value of it عرف كيمته I'm really successful for you today about this vocabulary fast thanks thank you so much thank you so much brother محمد رحمك الله يسلم ويحفظك ويبارك ويسعدي ويفرح قلبك يا رب العين أخي محمد جابر وانت كبان يا ربي إن شاء الله طيب خلصنا نقرأ أقرأ لكم القصة النص إن شاء الله وإذا تحبوا تقرأوا برايا أو إنكم تسمعون فقط على كيفكم طيب حقرأ شوي شوي إن شاء الله بإذن الله قدرنا مستطع عشان أقدر أيوة فالطوم حبتي نعم تقدر الشيء نعم تعرف قيمته طيب I really appreciate that فتيجي هي بمعنى الامتنان شخص عمل لك معروف أو تعرف كيمة حاجة فتيجي بالمعنين طيب شاء الله تكون واضحا معك develop compassion Fasting inculcates in us patience and selfishness and gratitude when we fast we feel the pains of deprivation and hunger and learn how to endure it patiently the meaning of this powerful experience in a social and humanitarian context is that we are much quicker than anybody else in sympathizing with the oppressed and needy around the world and responding to their needs it's the month it's the month to visit the poor the sick and the needy to share their sorrows it's the month where the food sustenance and the earnings of a believing Muslim increases and they are blessed says the final prophet of God Muhammad peace be upon him a man who was known for his noble humanitarian causes for social justice and for being the first to respond to others needs despite the fact that he himself lived a very simple and humble life it's only during such a trying time as Ramadan that we can reflect on the condition of those in the world who may not be as fortunate as us develop adaptability fasting in Ramadan enables us to master the art of mature adaptability and time management we can easily understand this point when we realize that fasting makes people change the entire course of their daily life when they make the change they naturally adapt themselves to a new system and schedule and move along to satisfy the rules this in the long run develops in them a wise sense of adaptability and created power to overcome the unpredictable hardship of life a person who values constructive adaptability time management and courage will appreciate the effects of fasting in the respect as well and اطلاع على ثقافة بشكل عام يمكن نقرأها بشكل بالعربي لكن هذا بشكل انجليزي فحلو كيف كتبوها وكيف عبروا عنها كيف رأوها من منظورهم هما شي جميل جدا الله مبارك إن شاء الله تكونوا سفدتم منها ويرب يتمنى لكم رمضان مبارك وإذن الله أنا هسكر وأدخل مرة ثانية لتهنئتكم بشهر الكريم وأعلمكم إيش اللي حيصير برنامجنا في رمضان إن شاء الله بما أنه الوقت خلص الآن مش عارفة عندكم أي أسئلة ثانية غير هذه Your voice is low او يا أنا حطت الميكروفون وكل شي نفع بك يا حبيب تفضتم الله يسعدك يا رب إن شاء الله رمضان مبارك Very strange that's like صوتي واطي تقولين هل صوتي واطي لكم كلكم ولا بس لأختي سلما شان أنا ملاحظة كل شيء زي زي العادة يعني مشبكة كل الميكروفونات والأشياء كلها لسماعات هل لديك أي شيء عام؟ عندنا تقريبا ثمان دقائق كده كده تقريبا فممكن أستفيدوا من الوجودي معاكم في كثير منكم يسألوني دائما كيف فيك شخ بارك أنا الحمد لله بخير وعافية اللهم لكلام الله يسعدكم بس والله يصعب عليني أرد على كل واحد يعني أنا أتمنى لو كان عندي الوقت اللي أقدر أرد على كل إنسان وقلوا أنا بخير وعافية الحمد لله وكل شيء وأسولف مع كل واحد فيكم بس والله يصعب يعني أنتم تخيلوا الوضع مش سهل صراحة أنا عندي حياة وعندي مسؤوليات وكذا وشغلي فأجاوب على أسئلتكم هذه أنا ما راح إن شاء الله بإذن الله يعني أقصر معاكم فيها دائما إذا عندكم أسئلة عن اللغة حاول قدروا مستطع شاوبكم عليها وناس كثير جربوا يعني أرسلوا لي عن خاصة أو عن العام أسئلتهم عن التعلم بالحمد لله جوابتم يعني إلا إذا سقط صهوا وإلا أنا دائما أشيك في الصباح قبل ما أبدأ دومي وفي المساء بشيك على الأقل يعني عن الصفحة وبشوف إيش عندكم إيش عندكم أسئلة وكذا لكن هذه أسئلة إنه كيف حالك وش أخبارك وش علومك ما راح تفيد شيء لأنه أنا سرح راح أقول لكم حكاياتي ولا قصصي ولا أي حاجة يعني غير لأقول لكم الحمد لله خير وكذا فعذروني سوري يعني إذا ما قدت أقدر يعني حينا أجاوب مع كلكم بس كل مرة بطلع كده دردشة بتسولف معكم شوية بتكلم مع بعض نحكي حكايات فهذا هو يعني اللي أقدر عليه يعني إنه كده دردشة عامة مع الجميع يعني فكيف فهذا هو إن شاء الله أخي محمد عبد الله أبو عبد الله وعليكم السلام ورحمة الله ومكاتو رمضانك مبارك بإذن الله عندكم الآن عشر دقائق أنا وجودة معاكم إذا حابين عندكم أي أسئلة عن الإنجليزي اسألوها بعد كده إن شاء الله على الساعة الثمانية بالضبط بتوقيت مكة المكرمة إن شاء الله حدخل في بات جديد حدخل في بات جديد وده بكلمكم شوي عن رمضان طيب إن شاء الله بس عشان أنا وعدت الناس على ثمانية حدتقي فيهم أخاف إنه في ناس أصنع حدبطوا ساعتهم على ساعة ثمانية وأنا أطلع قبلها مش حلوة يعني مني فتقديراً لهذا الشيء إننا خلصنا إحنا بدري أستغل الوقت إننا نتكلم سوا نقرقل سوا تقرقلونا معي هل تقرقلونا معي في لازل قاعدتها أكون علي الهندي أهلا وسهلا من وين حدتك أخي الهندي مصري ولا من وين أنا شفت أكثر من الهندي مصري مش عارفة كيف صارت بس يعني حتى عندنا شيخنا مصري اسمه ندري إيش الهندي الهندي يا لاس نيم مش عالله عليكم ما عندك مأسئلة الحين ها طيب كويس لما أطلب منكم مأسئلة ما عندك مأسئلة ولما يكون حبيبتي هنوية نايس عليك رب يشعر لرمضان اكمبارك طيب كدو إذا ما عندكم أسئلة خلاص ما مشكلة أنا ممكن أسكر وأدخل أشبك مرتاني على ساعة ثمانية هي باقي ثمان دقائق تقريبا نشرب لي موايا فيها تحرك شوية كده وأرجع أكلمكم انتهاني إن شاء الله على موضوع رمضان كيف نتعلم الإنجليزية بطلاقة أخي جعفر طيب في عندي فيديو في القناة حقتي كيف نتعلم الإنجليزية مسألة بطلاقة شوفوا كل شيء ياخد وقت يعني كل شيء ياخد وقت ماذا تستعجلون النتائج ما في حاجة تتعلم في يوم ليلة طالما أنت قعد توصل الكلام في البداية للشخص فأنت ماشي على الطريق الصحيح خلك شوفها كده بالطريق هذه ما تشوفونها إنه لازم أنا أوصل للكمال للكمال متعب جدا طالما أنت قعد توصل كلامك للطرف الآخر فأنت ماشي على الطريق الصحيح استمر عليه ومعاك معاك حتضبط ومعاك معاك مع الوقت إن شاء الله ما حيضبط كل حاجة ركزوا على أهداف صغيرة صغيرة قصيرة المدالات فكرون بالهدف الكبير لأن الهدف الكبير قد يحبطكم وخليكم تحسون الموضوع طويل ومميل وكذا 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 أنا عندي درس الآن ما عندي غير إنه أركز على هذا الدرس أحفظ أفهم أعرف كيف أقرأ أعرف كيف أكتبه أعرف حقه أعرف كيف تصريفات الأفعال حقته في حياتي اليومية خلاص إذا وصلت تمكن من الكلمات لهذه الدرجة وإذن أنا إن شاء الله طبالك الله ماشي قويس ونروح لدرس جديد وكذا وهكذا هكذا يعني أعرف كيف أنا محمد آدم من سيدان but living in Libya I'm studying more level in English I have problem conversation or communication just keep talking Brother Muhammad you will be okay إن شاء الله you seem to be fine maybe some you have to work maybe a little bit in grammar إن شاء الله review some of the grammar that we learn and just keep talking keep talking and listen a lot listen listening it's so important guys it's so important الله لذي مستماع جدا مهم لأنك أنت بتصير عندك يعني تبدأ تفهم كيف الناس بتصير الجمل عرفتوا يعني حيلا مثلا ما عندك القاعدة هذه ما تعرفها بالضبط لكن تعرف هذا كلام لا يقال بهذه الطريقة عندك حس عندك وعي باللغة عرفت كيف وعي يجي بالاستماع فاستمعوا إلى مقاطع إنجليزية كثير سوى راديو إذاع هذا اليوتيوب الإنجليزي أشياء اللي تحبوها في الحياة العربي شوفوها بالإنجليزي يعني مثلا إنتوا لو تحبون الأزياء والفاشن اسمعوا واحدة يوتيوبر تتكلم عن الأشياء والفاشن الأزياء والفاشن إنتوا تحبون مثلا تصليح البيت وزي كده عندكم هواية زي هذي شوفوا ناس إنجليزي يتكلم ولموض هذا هتلاقوا إنه حاجة تستهويكم أكثر إنه شيء فيها عندكم لكم فيها شغف ولما تسمعوها باللغة اللي كنت تعلموها هتضربون عسفرين من حجر شيء أنت تحبو أصلا وفي نفس الوقت أنت تعلم لغة جديدة وكيف تتعاطى معها وكيف تتكلم فيها وكذا فأنصحكم جدا جدا متابعة يوتيوبرز بالأشياء اللي أنتو تحبونها مواد تحبونها بأي شيء حتى لو كانت مثلا تحبون أشياء كوميدية الكوميدي شوية صعب يمكن فهم لذات ستاند كوميديان لينوم يتكنم بسرعة بسرعة لكن لكن الأشياء عادي مثلا شخص يوتيوبر عادي مثلا عنده بلونغات مش عارفة إيش وكذا بالإنجليز يتكلم تابعوه شوي شوي حتى لو ما فهمتوا كل الكلام في الأول حتلاقوا نفسكم أذنكم بدأت تتعود على الكلام أكثر أكثر عارف ناس والله يتعلموا عربي بس مجرد من سلسلات عربية فقط وناس برضو تعلم إنجليزي بمسلسلات إنجليزية أو برانجل إنجليزية فبتصير بتصير فالاستماع جدا جدا موهم حتى غير ما تفهم القاعدة تلاقي نفسك منطلق فيها عارفتوا عجل أنا خلص عجل خلي نسكر هذا البث وأطلع لكم مرة ثانية بعد أربع دقايق بإذن الله وكشن الناس ثانين اللي بيجون خليهم يكونوا معنا إن شاء الله رمضان في الغربة كيف وضحي الحمد لله يعني في أول سنتين طبعا كانت صعبة جدا لذات أول رمضان أتذكر كان جدا جدا صعب لأنه تتذكر الأهل وجمعة الأهل وكذا وممكن بكيتنا أتذكر بس بعدين سبحان الله المسألة بتتعود عليها لأنه سبحانه الأساس في رمضان مش الجمعة قد ما هو العبادة ففي الغربة بتحسينك بتركز على هذا الشيء أكثر إنك بتركز على ختمة قرآنك عنه الصيام في الغربة يمكن يكون أكبر من اللي تجني ممكن أنت محاط ما بين الناس وزحمة دائما وزيارات وناس رايحين وناس زيين وكذا وأسواق ومناسبات وعزومات فتلاقي نفسك في تركيز أكثر في العبادة فتحصل على الهدف يمكن أكثر من العبادة أكثر من اللي يكونه محاط دائما يسعد مساكي أخي داود السلام عليكم محفوكاته أختي الغالي يسعد مساكي إن كنتي مساء أو يسعد نهاري إن كنتي نهار وجزاك الله خير على ما تقدم دروس الإنجليزي وبارك الله فيك أخي داود الله يبارك فيك إن شاء الله يا ربي طيب جميل جدا أنتو بارك الله فيكم وإن شاء الله يجعله دائما بيزان حساتنا جميعا كل سنة طيبة يا أستاذ أحمد السيد الآن الله يسعدك رمضان كريم ستال حبيبتي كيفيك قلبي نمضان كريم عليك حبيبتي بارك الله فيكم جعفر البرق أهلا وسهلا فيكم طيب حلو أنا قاعد أقول صار لي نساعة فطلع ما طلعت والحمد لله بس مش مشكلة جاوبت أسئلتكم وإن شاء الله إنها تفادتكم بإذن الله أسكر أنا الآن وأدخل مرتاني إن شاء الله للبث حق رمضان أوكي إن شاء الله يلا السلام عليكم